النهاردة فيه خبر مهم جدا بيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اضطر يأجل المؤتمر الصعفي اللي كان ناوي يعمله بكرة لاتنين عشان يتكلم عن اللي حصل في الموسم الماضي من تطور في التحكيم واللي هيحصل في الموسم الجديد وتأجل المؤتمر طيب قلنا نبحث هو المؤتمر يتأجل ليه؟ طبعاً اتحدكم مش يقول لنا المؤتمر يتأجل ليه؟ هيسمنا احنا ندور فطلع المؤتمر يتأجل ليه؟ عشان الحكام بكرة كانوا جايين المؤتمر حكامنا المصريين كانوا جايين المؤتمر علشان يبدو غضبهم بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة انا بحاول اقول برضو الفاظ يعني اتبع عدية بس عشان يقولوا ان احنا متضايقين يقولوا ان احنا زعلانين عشان يستغلوا تواجد الكاميرات والصحفيين ويحرجوا اتحاد الكرة ويحرجوا لجنة الحكام فاتحاد الكرة ولجنة الحكام خدوها من قصرها وقال لك اجل المؤتمر الصحفي لحد ما نشوف موضوع الحكام هتقول لي رأيك ايه في الموضوع ده؟ هقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة اللي احبب له مثلا بتاع كتير يعني بشتغل سواء صحافة او اعلام سنين طويلة يعني انا تقريبا من ساعة ما اشتغلت الشغلانة وحكامنا المصريين ليهم مستحقات احنا بندفع لكل حاجة في الدنيا الا الحكام مش بديهم اعزة على اللي كانوا ممكن يعملوا بكرة اللي تلغى خلاص بس يا جماعة ما والحكام دول لازم ياخدوا مستحقتهم دول اكتر ناس اقول ايه مش عايز برضا اقول يعني اكتر ناس بتنتقد في الموسم اكتر ناس بتتهاجم في الموسم اكتر ناس بتتحمل لغوطات في الموسم الحكام دول وتيجي انت كمان ما تدلهمش مستحقتهم لا حرام حرام ده اول واحد يبقى قاعد مرضي ومرتاح ومبسوط وبياخد فلوس بالزيادة كمان ومتدلع هو الحكم ليه عشان ينزل المطش ما يبقاش مركز غير في حالة دي وحالة دي وحالة دي هنا فيه ضرب الجزاء هنا فيه تسلل هنا فيه وفيه هنا فيه تنزل الحكم وعليه ديون مش هيركز طبعا وياخد شوية هجوم كده بانتقادات بعدها يا ات لازم تحل القوصة دي لازم ما عرفش ازيادة بس لازم بقى تحدي الكرة يتصرف فيها بقولك من عشرين سنة من عشرين سنة الخبر ده دايما بشوفه دايما بشوفه أزمة مستحقات الحكام أزمة مستحقات الحكام عشرين سنة يا جماعة فيش حد مجالس تغيرت وناس راحت وناس جد محنش عارف حل المشكلة دي على طول مقررة مش ممكن يعني ترجمة نانسي قنقر